ما بين السماء والأرض صور تجسد جمالية مدينة القدس من جهة ومعاناة سكانها من جهة أخرى يحاول المصوران الصحفيان سعيد القوق وحسام اللفتاوي إبراز عظمة المدينة المقدسة من خلال عرض ثمانين صورة من أصل ثمانمائة التقطتها عدساتهم في أماكن عديدة من مدينتهم والتي يمتد تاريخ بعضها لثلاث سنين والأخرى حديثة التقطت خلال عيد الأضحى المبارك بالنسبة لنا أهمية المعرض هذا كان يعني عشان يخرج الناس من الضغط اللي موجودين فيه اللي مش مخليهم شايفين المدينة بالجمال طبعها اللي لازم الناس تشوفوا يعني فعليا لما أنت تروح تصور محلات اللي تيجي الناس وتشوفها ويعني كتير من استمتع لما بتيجي الناس بتسأل إنه هذا المحل وين هاي المكان وين يديلها هاي المحل هي دعوة لزيارة هاي الأماكن وارتباط الناس أكتر في هاي المحلات أربعة زوايا رئيسية احتضانها المعرض فالأولى خصصت للتاريخ والحاضر والمستقبل والتي تجسد اللباس الفلسطيني الشعبي وأمنيات الشباب في محافظتهم على التراث الفلسطيني في مدينة القدس أما الزاوية الأخرى فتحدثت عن الاحتلال الإسرائيلي وحواجزه العسكرية ومقاومة المقدسيين له وزاوية أخرى تبرز جمال المدينة المحتلة رغم عدم وجود الألوان في الصورة والتي سميت بزاوية ظلال وجزء آخر يحتوي على مجموعة من الصور تجسد واقع وأحلام الأطفال المقدسيين عدة جوانب من المدينة المقدسة من حجرها وبشرها وشجرها وأطفالها وتاريخها فاليوم نعرض عدة زوايا عن البنيان والظلال والتاريخ والسياسة العامة في القدس بميز المعرض اندماج التصوير الفني والصحفي مع بعض الحضور الواسع الذي قدم إلى هذا المعرض بدى مندهشا من جمالية الصور هذه وكأنه يرى القدس لأول مرة في ظل تنوع زوايا التقاط الصور خاصة للمسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة أولي عجبني تركيز الصور من زوايا ممكن ما أخذتش من قبل ثاني الوضوح فيها كثير كانت مميزة من شكل أنها تعبر عن المشاعر قبل ما تعبر عن الشكل بشكل عام المعرض كثير حلو عجبني أنه فيه صور معبري جدا بتحكي عن واقعنا الفلسطيني فيه صور فعلا يعني بجذبة انتباهي وخلتنا أفكر كيف واقعنا الفلسطيني إحنا كيف يعني فيه احتلال فيه كثير شغلات بتدورنا والله المعرض جدا جدا رائع وكثير معبر يعني خصوصا هاي الصورة أنا عجبتني كثير فهي بتوضح الحالة الفلسطينية اللي إحنا عايشينها حاليا في إنه كيف يعني بتطلعوا إلى القدس إنهم مش قادرين يوصلوا لها وإنهم تمانين إنهم يعيشوا بسلام دائم بدونها بدون احتلال وسينقل معرض صور ما بين السماء والأرض إلى مدينة رامالله لإبراز جمالية وعراقة مدينة القدس أمام الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الذي يمنعه الاحتلال من الدخول لمدينة القدس كما سيقام المعرض في العاصمة اليمنية صنعاء لإطلاع العالم على إبداعات المصورين الفلسطينيين وروعة مدينتهم المقدسة هي القدس التي تظهر اليوم بشكلها الأرواع والأجمل والأبهى بعيون مصوريها الصحفيين الشباب الذين أرادوا من معرضهم هذا أن يوصل رسالة للعالم تحوي عظمة وشموخ مدينتهم من مدينة القدس المحتلة تامر عبدات